أكثر من عشر دول ومنظمات إقليمية ودولية تجتمع في ليبيا للمشاركة في منتدى الهجرة عبر المتوسط فذلك من أجل دراسة الوضع وبلورة استراتيجية للقضاء على هذه الظاهرة المستعصية ومن بين قادة الوفود الرفيعة والمشاركة في هذا الحدث فخامة رئيس الجمهورية محمد دريس ديبيتنو الذي يرى بأن الهجرة غير شرعية فهي أحد أسباب عدم الاستقرار وتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية وأن محاربتها شأن يهم الجمع وفي حوار مفتوح ضمن فعاليات المنتدى نقش رئيس الجمهورية محمد دريس ديبيتنو ورئيس الوزراء الليبي عبد الحميد ديبيبا ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أسباب ارتفاع نسبة المهاجرين والمخاطر التي يتعرضون لها في البحر المتوسط وتطرق الرئيس محمد دريس ديبيتنو إلى معاناة المهاجرين والمعاملات اللا إنسانية التي تواجههم في سجون دول العبر مذكرا بأهمية توفير الأمن والاستقرار وسبل العيش الكريم في بلدانهم الأم فيما تناول المشاركون في المنتدى قضايا عدة من بينها تحسين إدارة الحدود وتعزيز آليات الإنقاذ والإغاثة للمهاجرين وتوفير الدعم اللازم للدول المستقبلة للمهاجرين ويأتي هذا المنتدى في وقت تشهد فيه منطقة البحر المتوسط تزايدا ملحوظا في عدد المهاجرين غير شرعيين مما يستدعي تضافر الجهود الدولية لمواجهة هذه الظاهرة ترجمة نانسي قنقر